اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 طبعت هذا الشرق للمشاهدة شكرا للمشاهدة صادق للمشاهدة صاحب للإيمان للمشاهدة 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 ومشاهدة للمشاهدة 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 الخلاقة للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة والسعادة والسعادة للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة والحضارة والحضارات والحضارات الإنسانية التي بدأت مفاهيمها تضمحل وعسى ألا تختفي إن جامعة البلمند اليوم وفي أكثر من أي وقت مضى تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على المستوى الأكاديمي والجامعي الذي لطالما تميز به لبنان في الشرق الأوسط والعالم فبالرغم من المصاعب الجمة والأزمات المتكررة والمآسي اللامتناهية التي كنا ولم نزل نعاني منها في هذا الوطن العزيز أصرت جامعات لبنان عامة وجامعة البلمند خاصة أن تلعب دورا جوهريا ليس فقط على الصعيد الأكاديمي وإنما على الصعيد المجتمعي ففي زمن تضاعفت فيه أفات المجتمع وتعازمت فيه مآسي الناس واختلطت في العقول مفاهيم الخطأ والصواب ومبادئ الخير والشر وأصول الدين وهفوات الهرطقة أصرت جامعة البلمند أن تبقى أرثودوكسية ليس في الكنف الديني فحسب وإنما بمفهوم الرأي الصائب وكلام الحق ومبادئ الرحمة إننا مقتنعون أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر على إبرام الشهادات لخرجيها من طلاب العلم وتأمين مجالات العمل لهم التي محلت في بلدنا فكثرت هجرة الشباب إذا لم نقل تهجيرهم وإنما دور الجامعات يجب أن يشمل النواحي المجتمعية التي تُعنى بإرساء ضوابط الأخلاق ومبادئ التعايش ومفاهيم الوطنية والمواطنة عَلَّنَا نَصِلُ إِلَى زَمَنٍ نَبْنِ فِيهِ أَجْيَالًا تَبْنِ مُجْتَمَعًا صَالِحًا يَصْطَنْبِطُ حُكَّامًا لَيْسُوا بِمَحْكُمِينَ وَمَسْئُلِينَ لَيْسُوا مُرْتَهَنِينَ وَرِجَالَ دَوْلَةٍ يَتَبَوَّؤُونَ الْمَنَاصِبَ لِخِدْمَةِ وليس خدمةً لمصالحهم على حساب مسؤوليتهم تجاه شعبهم ووطنهم نعم، هذا ما يجب أن يكون عليه دور الجامعات وسبب وجودها فهي وجدت لتجمع أصحاب العلم والمعرفة لينقلوا العلم والمعرفة دون ما تمييزٍ لا على صعيد الطوائف ولا المزاهب ولا الانتماءات ولا الأعراق نعم، حين تقوم الجامعات بهكذا دور فإنها تكون العلاج الشافي لمرض التطرف وآفة الجهل وعلة الفساد التي لطالما عان منها العالم أجمع ولا سيما وطننا المقهور وشعبه المعزب إضافةً إلى أن دور الجامعات المحوري يجب أن يبقى في تجسيد القيم في الإنسان فتحميه من مفاهيم الهرطقة التي تقود أسس بناء العائلة وتصدع معها كيان المجتمع نعم، حين تقوم الجامعات بهذه الرسالة ينتفي وجود الظالمين ويختفي حضور أباطرة الحرب حيث نشهد أن العالم اليوم محكومٌ بجنون العظمة لحكامٍ موترين يعشقون الحروب ويعبدون إراقة دماء الأبرياء ويحيون الاغتصاب ثروات الطبيعة والبشر لإشباع شباقهم بالسلطة والنفوز والمال نعم، هذا زمن التهجير والتدمير والمجازر وكل ذلك يحصل على مرأة ومسمع دعاة الدموقراطية وحقوق الإنسان فبئس تلك الديموقراطية ورحم الله حقوق الإنسان نحن سنبقى على عهدنا ورسالتنا وسنبقى بذوراً وجزوراً بذوراً للخير والسلام والمحبة وجزوراً تحفظ بقاءنا في مجتمعنا ووطننا وتزيد ترسخنا في مبادئ القيم والأخلاق نعم، سنبقى دعاة خير ومحبة وسلام وسنبقى دعاة وحدة فندعو لوحدة الكنائس لتصبح كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ووحدة المساجد فتتشارك بالتكبير لإله لا شريك له على الجميع يتوحدون في عبادة إله واحد خالق السماء والأرض لا يفرق بينهم لأنهم كلهم عياله أخيراً أود أن أرحب بكم مجدداً في رحاب هذا الصرح العلمي المقدس داعياً رب العالمين أن يجعلنا قادرين على إبقاء كلمة الحق في أقوالنا وترسيخ نور الإيمان في عقولنا وتجسيد الرحمة في قلوبنا عشتم عاشت البلماند منبراً للحق والعدالة والرحمة وعاش لبنان عاصياً على المتأمرين عليه والطمعين به وشكراً على مثال يسوع المسيح بيحضن الراعي الرعي بيحمي قلبه وبيصون سلامه تيكون هيكل الروح الأدوس وبزمن العتمات بيبقى حامل إسراج النور ويدل على الطريق والحق والحياة بكل الأزمنة والمحطات المصيرية ومنها بين القرن الخامس عشر والثامن عشر اتكلت جماعة المؤمنين على الراعي الأمين فتكلل تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية ببطاركي قدسين تأدسوا بالنضال واجهوا بالصلاة والعمل بالثبات والشهادة وغلبوا اليأس بالرجاء بيسوع المسيح وبقيوا أمانين لموعيده وللرسالة بشرفني قدم كلمة افتتاح المؤتمر لغبطة البطريارك يوحنى العاشر بطريارك انطاكيا وسائر المشروع شكرا أيها الحفظ الكرن يسعدني في هذه الأمسية المباركة أن أكون بينكم اليوم وأن أفتتح معكم من على هذه التلة البلمندية المباركة أعمال هذا المؤتمر العلمي الدولي حول الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر نحو فهم دقيق للتاريخ وإذ أرحب بكم جميعا بيننا إخوة أحباء أستمطر بركات الله عليكم وتضرع إلى سيدتنا الدائمة البتولية مريم شفية هذا المكان أن تغموركم بحنانها وأن تتشفع إلى ابنها من أجلنا جميعا حتى نبقى أمناء لما أوسطنا به أعني مهما قال لكم فافعلوه إن الفهم الدقيق للتاريخ أيها الأحبة الذي يتضمنه عنوان المؤتمر يرتكز على القاعدة العلمية التي تعتبر أن التاريخ ليس وجهة نظر بل هو مجموعة من الوقائع والأحداث التي ندرسها لنستبين ما حصل بالفعل فنستخلص العبر ولأن موضوعنا يتناول التاريخ الكنسي بالتحديد فهو يندرج ضمن السعي لفداء التاريخ وتصويب المسار من جديد ومداوات الجراح ورأب كل صدع غير أن شر البلية أن قراءة التاريخ تتبدل وتتلون بحسب المصالح الآنية بحيث ينقلب الأبيض إلى أسود وتتحول الوقائع إلى وجهات نظر نعم يؤسفنا كثيرا أن البعض يرتاح لمبدأ حقبة ما بعد الحقيقة ويعتبره أساسا للتعامل بحيث صارت الحقيقة عند البعض مرادفة لما تصدقه الجماهير أي وليدة الصفصطائية والشعبوية أما الحقائق التاريخية فمتركة عند هؤلاء في غياه بالنسيان ففي حقبة ما بعد الحقيقة هذه والضجيج المرتبط بها نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى البحث العلمي وإظهار الوقائع لذا أردنا هذا المؤتمر العلمي اليوم ليتناول مرحلة صعبة من تاريخ كنيسة أنطاكية وهي الكنيسة أنطاكية الكنيسة الأولى التي أسسها بطرس الرسول والتي دعيت تلاميذ مسيحيين أولا فيها سفر أعمال الرسل 11-26 والتي خرج منها رجال عظام منهم على سبيل المثال إغناطيوس الملقب بالحامل الإله استشهد سنت مئة وسبعة ميلادين الذي هو فيما هو في طريقه لأن يضحن بين أنياب الأسود في روما خاطب الكنيسة جمعاء بوصاياه التي لا تزال مرجعا كنسيا جامعا حتى الآن وأيضا القديس يوحن الزهبي الفم معلم المسكونة 347 إلى 407 ميلادي الذي سيق كحمل إلى المنفى المجهول وأسلم الروح على الدرب نتيجة قرارات المجمع الذي انعقت تحت سنديانة سياسة الإمبراطورية في ذلك الزمن أي خارج صحن الكنيسة الذي أبى الزهبي الفم إلا أن يسلم روحه إلى ربه فيه وكذلك القديس يوحن الدمشقي 660 750 ميلادي المدافع عن الإيمان وكاتبه باليد التي أعادتها إليه العذراء بعد قطعها لأنه كان يقول قولة الإيمان الحق ولا ننسى أيضا البطريارك بطرس الثالث 1025 حتى 1065 ميلادي الذي سعى بكل ما أوتي من حكمة وقوة لكي يمنع الانشقاق بين القسطنطينية وروما ولكي يبقي على الخلاف بينهما ضمن أسوار الكنيسة فلا تتحول الاختلافات ولا سيما الصغيرة منها إلى سبب للتباعد والفرقة والشرذمة والعداء ولغياب المحبة وفي سياق الحفاظ على روحية بطرس الثالث الذي رأى نفسه عظما من عظام أنطاكيا ودما من دمائها وعلى خطى سلفه الرسول بطرس الذي حمل اسمه والذي خلفه أيضا في رعاية خراف المسيح في المدينة الأم تظل كنيسة أنطاكيا البطرياركية الرسولية والكرسي البطرسي الأول تظل كنيسة المشاركة والشورى والانفتاح والسلام وهي تبقى كنيسة لها موقعها ومرجعيتها بين الكنائس يؤلمها ويحزنها كل قسام بين الكنائس الأخرى مثلما آلمها سلاخ شريحة من أبنائها الذين نقضوا مرجعيتها ككنيسة لها ملء الكيان الكنسي وككنيسة مساوية في الكرامة للكنيسة الثانية وأعني روما المؤسسة من قبل هامة الرسل كنيسة أنطاكيا أيها الأحباء كنيسة وعدت أن دورها المرجعي لا يختلف بشيء عن دور البطرياركيات الرسولية القديمة الأخرى كنيسة أدرك بطرياركها بطرس الثالث أن مسؤوليته تقضي بتفادي الانشقاق بين الكنيستين الشقيقتين ومن سلفنا البطريارك بطرس الثالث تعلمنا أن إيمان كنيستنا يتمثل بأن الشركة الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشورى والاحترام المتبادل بين الكنائس ومن خلال طاعة الجماعة الكاملة لربها وسيدها وفي الوئام والسلام الذي ينحدر من الروح القدسي وبعيدا عن أي منطق دنيوي للسيطرة والهيمنة وإخضاع الآخرين وهل أجمل وأصدق من تشبيه البطريارك بطرس الثالث للبطرياركيات الخمسة بالحواس الخمس المتساوية والتي تعمل معا وبتناغم داخل جسد الكنيسة الذي رأسه الوحيد هو يسوع المسيح الذي وعد بأن يكون معنا دائما وحتى انقضاء الدهر وكما أن البطريارك الأنطاكي بطرس الثالث جريئا كما كان جريئا في لاهوته الكنسي هذا الذي تضمنته مراسلاته مع روما والعالم اللاتيني كان جريئا أيضا ووفيا لللاهوت الكنسي الأرتودوكسي الأصيل في تفاعله مع البطرياركي المسكوني ميخائيل كيرولاريوس عندما ذكره بأن العرش الرسولي لأنطاكيا ليس تحت العرش الخاص بالقسطنطينية حبذ لو سمع معاصر البطرياركي الأنطاكي لصوته وأدرك أن لا مكان للشهوة والسلطة والسيطرة في جسد المسيح وحبذ لو يسمع إخوتنا اليوم الذين يرفضون الاحتكام للمجمعية ويقولون بأولية الكراسي وعسمتها كلام البطرياركي هذا فتمص الحس المجمعي خطيئة فالمجمعية هي نقطة الانطلاق لكل من يريد الحفاظ على الوحدة ولا يسعى إلى عزل الآخرين وإلى تهميشهم ولكن التاريخ وحتى الكنسي منه أحبتي لا يكتبه الحكماء والقديسون دائما ولذلك لم تلقى حكمة البطرياركي الأنطاكي أي صدى عند المتخاصمين وتكرس الانشقاق بين الشرق والغرب مع مرور الزمن وتوالي المآسي ولم تسلم أنطاكيا من تداعيات الانشقاق الكبير والصراع على السلطة وتحولت كنيستها إلى أرض للغزو والاقتناص وتعمق الانشقاق واتخذ كينونة ووجودا مع ما سمي بالحملات الصليبية التي اجتثت البطاركة الأنطاكيين الأورتوديكس من كراسيهم ووضعت مكانهم البطاركة اللاتين وبالرغم من الصعوبات والاضطهادات الشديدة التي عانينا منها في عصر المماليك وغيرها من الغصور لم يغب أبدا عن قادة كنيست أنطاكيا أن الرد الوحيد على محاولات الوحدة من خلال الإكراه والإغراءات المادية والدنيوية يكون بالإخلاص الكلي والتام بالإخلاص الكلي والتام لروح المجمعية الأورتوديكسية ومن هنا كان رفض أنطاكيا كما سواها لمجمع فرارة فلورانسا سنة 1439 المجمع الذي انعقد على شفير انهيار إمبراطورية الروم وتوالت السنوات بقسوتها على المسيحيين في هذا المدى الأنطاكي المعذب ومع قدوم العثمانيين وأولى محاولات الاستعمار الغربي في الشرق أرسلت روما مبشرين إلينا لا لمساعدة المسيحيين المضطهدين ولكن لإغرائهم للانضمام إليها وترافق ذلك مع وعود بفرص تجارية واقتصادية وحمايات سياسية من قبل القوى الأوروبية فضعف من ضعف وانضم من انضم ولم يكن ما تقدم بسبب ما يلسقه البعض من اتهامات بحق الإكليروس الأنطاكي وما يربوجونه حول إهمالهم للرعية وغياب العناية الروحية بالمؤمنين فبطاركة أنطاكيا في القرن السابع عشر أمثال مالاتيوس كارما 1634 حتى 1635 ومكاريوس الثالث ابن الزعيم 1648 حتى 1672 وأثاناسيوس الثالث دباس 1686 حتى 1724 لم يألو جهدا جهودا من أجل تسقيف الرعية وتأمين احتياجاتها والحفاظ على الإيمان فأسفر بجهودهم عن قيام نهضة رعائية وتجديد ثقافي وروحي في بطرياركية أنطاكيا ستتيح لكم أيها الأحباء محاور هذا المؤتمر تقدير الرؤية النهضوية التي عملت الكنيسة الأنطاكية على تحقيقها بالرغم من الحالة الاجتماعية السيئة والتحديات الوضع المعيشي في الشرق الأوسط آنذاك فمهما حاول البعض تمسى الحقائق أو تشويهها فإنهم لن يستطيعوا إخفاء ما تحقق في مجالات عديدة منها مراجعة الكتب والتدقيق العلمي والنقدي بنصوصها وطباعتها باللغة العربية في المطابع وتحديد كيفية اختيار الكهنة وانتخاب الأساقف وتنشئة الكهنة في إكلريكيات ومدارس لاهوتية وتجديد العديد من البباني والكنائس وأيقوناتها وتوفير أموال الإغاثة للأسر المحتاجة وفتح مدارس لتعليم الأولاد وتنظيم المحاكم الروحية والإشراف على عملها وضبط قوانين الزواج والأحوال الشخصية وبث الحياة الرهبانية في الأديار لقد امتزجت أتعابهم بعرق المثابرة ودموع الصلوات ودم الشهادة كانت لديهم رؤية واضحة وصحيحة للنهضة الكنسية ولكيفية تثبيت الرعية في الإيمان الأصيل بل رغم من الضغط الهائل من الداخل والخارج لزعزعة استقرار الكنيسة وثقة المؤمنين بها وستتسنى لكم أيضا فرصة الاطلاع على هذا الحراك النهضوي الذي اطلع به البطاركة والمطارنة الأمطاكيون رغم كل التحديات ومحاولات الاختراق ونسر بذور الانشقاق وكذلك البحث بدقة في كل هذه المواضيع والأحداث وغيرها خلال اليومين القادمين وذلك من أجل أخذ العبر والحيلولة دون تكرار المآسي ذاتها ولسيما في هذه الأيام الصعبة التي تشهدها دولنا والتي يسعى فيها الكثيرون في الداخل وراء حمايات مزعومة كما يسعى الكثيرون في الخارج لشراء الضمائر والولاءات واستمالة المحتاجين أو ضعف النفوس من الباب الأخوي أترك للذين تركونا وانضموا إلى الغرب وفك اتفاق سمح لهم بالمحافظة على تقوسهم والإبقاء على النظام البطرياركي تقييم نتائج خيارهم ولا سيما أن هذه التلة البلمندية قد شهدت في زمن ليس ببعيد لقاء كناسيا حواريا أرتودوكسيا كاثوليكيا عالميا سنة 1993 درس جدوى هذه المقاربة الانضمامية سبيلا للوحدة المنشودة بين الكنائس وأسقطها من الاعتبار كسبيل مجد في المسعى الوحدوي وقد اعتذر البابا يوحن بولوس الثاني بجرأته المعهودة في العام 2000 من الكنيسة المشرقية الأرتودوكسية عن الإخطاء التي قامت بها كنيسة روما في العصور الوسطى تجاه الشرق المسيحي والتي أدت للأسف إلى انقسام المسيحيين ومن باب أبوي أقول إن كرسينا الأنطاكي عانى بسبب غياب الأخوة ووقع تحت وصاية كان لها ما لها وما عليها ولكنه استطاع في مطلع القرن العشرين أن يدخل في مرحلة جديدة دشنها انتخاب البطريارك مالاتيوس الدوماني إلى هذا لابد لي من شكر الله لأنه أعطانا نحن المسيحيين الذين أوجدنا في هذا المدى الأنطاكي بأن نتجاوز الصعوبات بالرغم من تعرجات التاريخ ووعورته علينا وأن نتقارب فيما بيننا وبأن نزيل مفاعل الانقسام من نفوسنا وبأن نشعر بأننا عائلة واحدة للآب إن حياتنا المشتركة في هذا المدى زادت شعورنا بأهمية وحدتنا وجعلت علاقاتنا تقوم على التلاقي في المسيح يسوع وليس على المجاملات الشكلية ولذلك سنستمر في العمل معا من أجل تمتين روابط الأخوة والمحبة بين كنائزنا ومن أجل الشهادة الواحدة للمسيح يسوع وفي جو المحبة هذا لابد لنا على الصعيد الأنطاقي أن نخترق حواجز التاريخ وأن نهدم ما تبقى من جدران العداوة وأن نقلع عن المجاملات العاطفية وعن التقارب السطحي وأن نترجم محبتنا لبعضنا البعض مكاشفة صادقة وتفعيلا للحوار اللاهوتي المحلي وتعميقا للأبحاث التاريخية المشتركة علنا نستطيع أن نعزز هويتنا الأنطاكية الحقيقية من خلال أعمال علمية مشتركة تساهم في شفاء ذاكرتنا التاريخية وقد بدأت مسيرة الشفاء هذا كما أشرنا على هذه التلة البلمندية منذ ثلاثين سنة لما رفض أسلوب الانضمام إلى روما كمنهج للوحدة ولذلك فإننا نتطلع أن يكون هذا المؤتمر الذي أردناه منطلقا لفهم تاريخنا بدقة أن يكون المدماك الأساس الذي يؤسس لعمل مشترك مع إخوتنا يسمح بقراءة تاريخ هذه المرحلة بدقة ويبدد كل الالتباسات التي شابتها على طريق الشفاء الكامل من جراحها وخدمة للوحدة المشتهات ولقد خطونا خطوات كبيرة في عملنا الرعائي المشترك من خلال الاتفاق بيننا وبين السريان الأرتوديكس وكنا قريبين من تحقيق مشروع وحدوي بيننا وبين الروم الكاتوليك ولكن الاختلاف في فهم الشراكة والمجمعية والعلاقة مع الكنائس خارج المدى الأنطاكي حال دون تحقيق هذا المشروع هل علينا أن نستسلم وأن نترك حلم الوحدة الأنطاكية أوليس الأجدى بنا أن نتحل بشجاعة الإصرار على الاستمرار في العمل من أجل الاقتراب بأكبر قدر ممكن من هذه الوحدة؟ أوليس شعور أبنائنا أكثر من قبل بوحدة المصير والوحدة في الشهادة والقداسة حافزا من أجل السعي لتحقيق الوحدة التي نصب إليها جميعنا والتي أوصانا بها الرب يسوع له المجد ولا يغيب عني أحبتي وأنا أخاطبكم عن أنطاكية مشهد عيد الفصح الذي أقمته على ركام كاتدرائيتها التاريخية التي دمرها الزلزال مؤخرا وألحق آلاما لا توصف بأبنائها وهنا أغتنمها فرصة لأرسل سلامي ومحبتي وبركتي إلى أبنائنا في هذه المدينة وفي لواء الإسكندرون وفي مرسين ومعهم ومن خلالهم نؤكد للعالم بأننا أبناء الرجاء وبأننا سنعيد بناء ما تهدم وسنقى شهودا في هذه الأرض التي وطئتها أقدام الرسل وتقدست بدم الشهداء ومن بينهم أذكر الشهدين في الكهنة أولى خش وابن حبيب الذين استشهداء في القرن الماضي والذين سيدرس المجمع المقدس الأنطاكي الذي ينعقد في الأيام المقبلة إعلان قداستهما والذين نطلب منذ الآن شفاعتهما من أجلنا جميعا ومن أجل هذا الكرسي الأنطاكي الذي حفظته قداسة أبنائه عبر الأجيال ومن هذه التلة البلمندية المباركة التي تشكل مكانا من أمكنة حضور كنيستنا الأرثوذكسية النابت في لبنان الحبيب أتوجه إلى إخوتنا في المواطنة جميعا مسلمين ومسيحيين من أجل أن نعمل معا لصياغة رؤية تحترم التعدد الذي يزخر به هذا البلد وتمايز الجماعات فيه ولصيانة وحدة لبنان التي تبرز ما عندنا من قيم ولا تحول الطوائف إلى أداة للفساد والإفساد ولتعطيل الحكم وإيقاف عجلة الدولة وقهر المواطنين ومن هنا أخاطب ضمائر المسؤولين جميعهم في هذا البلد وأخاطب بشكل خاص أنواب داعيا إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يسهر على انتظام عمل المؤسسات وأسألهم أن تتشابك أيديهم جميعا وتتعاضب ليعيدوا إلى لبنان رونقه وانتظام عمل مؤسساته وإلى الشعب اللبناني جنى عمره وإيمانه بوطن أحبه وما زاد أسأل الرحمة الإلهية لنفوس الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت مشددا على أن تأخذ العدالة المصلوبة على قارعة المصالح والحسابات سبيلها وطريقها وإلى العالم المتحضر وإلى أصحاب الضمير أينما وجدوا في العالم أسأل لماذا تجويع الشعب السوري؟ ما ذنب هذا الشعب لكي يعاقب بيقوته ودوائه؟ هل من الإنسانية بشيء أن يحرم إنسان من الكهرباء والماء والتدفئة والدواء؟ هل من الإنسانية بشيء أن يقف الآباء عاجزين عن إطعام أبنائهم؟ وأن تعيش الأمهات بقلق دائم من أجل تأمين لقمة الخبز؟ وهل أضحط السياسة مجرمة لدرجة صارت فيه تتفرج على موت الناس جوعاً وقهراً ولا تحرك ساكناً؟ ألم يحن الأوان بعد لفك الحصار عن الشعب السوري ورفع العقوبات عنه؟ وكيف لي؟ ألا أعبر عن الألم الذي يعتصر قلوبنا بشأن قضية مطراني حلب يحن إبراهيم وبولو الصيازجي المخطوفين منذ نيسان 2013 إن هذا الجرح النزف في جسد الكنيسة الأنطاكية لن يندمل قبل معرفة مصيرهما وسيبقى فهما في تاريخنا صورة موجعة لما يعانيه إنسان هذا المشرك من قهر ومن هنا من جوار الأرز الخالد لا بد لنا أن نقول كلمة حق فيما يجري في فلسطين المحتلة فلسطين المصلوبة على قارعة مصالح الأمم والنازفة مع الناصري على جبروت الطغيان نحن إلى جانب الحق الفلسطيني في أرضه وفي إقامة دولته الفعلية نحن إلى جانب هذا الشعب المشرد الذي يقاسي المر والآمر حصارا وسجنا وقتلا وتهجيرا إن السلام لا يأتي على جثث الأطفال والقتل ولا يستورد على دماء الأبرياء ما يحدث في فلسطين ونتيجة امتهان كرامة الإنسان ونتيجة الاستهتار بالشرعية الدولية بكل قراراتها ونتيجة سياسة التمييز العنصري والإمعان في فرض منطق الاحتلال ومن هنا دعوتنا إلى الإيقاف الفوري للحرب على غزة التي تدفع ثمن الحصار الخانق من دم أبنائها ومن هنا دعوتنا أيضا أن نتلمس في القدس المسلمين ومسيحيين معراجا إلى مراحم أبي الأنوار الرب القدوس الذي نسأل عذالته الإلهية ورحمته وسلامه الذي يفوق سلام البشر والذي لا يصنع لا بالدم ولا بالنار أيها الأحباء لقد قسى علينا التاريخ في هذه المنطقة ومازال يقصر ولكننا مخلصون لهذه الأرض لأنها جبلت بتراب آبائنا وبدماء قديسنا ونحن على عهد المحبة لكل سكان هذا المدى بمسلمه ومسيحيه هذا المدى الذي كنا وما زلنا وسنبقى شركاء معهم في الحياة وفي الموت واستهدفنا مثلهم من الخارج نحن أبناء هذه الأرض ولا نسعى لحماية أجنبية فيها بل نسعى لترجمة تعاليم الإنجيل في هذه الأرض ولنقل لطف المسيح وسلامه أينما حللنا نحن هنا لنبني هذه البلاد على قيم المحبة والأخلاق الكريمة مع كل الخيرين وأهل الإخلاص نحن كتلة محبة ولسنا كتلة طائفية نحن لا نصب إلا لأن تكون هذه الأرض واحدة كرامة وسلام وأن يكون التاريخ تاريخ لطف الله والنعطافه ومحبته للبشر وليس تاريخ الخطيئة ختاما ثلاثمائة عام مرت أحبة على حدث الانشقاق في الجسم الأنطاكي عام 1724 والذي أدى إلى شرخ في كنيستنا الأنطاكية الأرثوذوكسية نتجت عنه تداعية اجتماعية اقتصادية سياسية مؤسفة وحزينة انعكست سلبا على رعايانا رجاءنا أن يكون هذا المؤتمر مدماكا يضاف على المداميك التي وضعناها في سبيل استعادة الوحدة والوئام بين كنيستنا وكنيسة الروم الكاتوليك وأن يدفع أيضا إلى تعزيز الروابط الأخوية بين البطرياركيات الخمسة التي تحمل اسم أنطاكيا وأن يشعل روح القربة فيما بينها لتكون شهادتنا واحدة لسيد المجد ألا بارك الله بكم وبارك الله هذا المؤتمر لما فيه مجد السيد الرب وخير الكنيسة ووحدتها وخير البلاد وخير العباد وشكرا المحاضرة الأولى ستكون للبروفيسور قسطنطين باننشانكو ستكون بالغة الإنجليزية وتم توزيع النصب العربي لمن يشاء موضوع اتحاد فلورنسا وكنيسة أنطاكيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا فيها contains marginale mention and visit of patriarch Jovacim of Jerusalem to Sinai Monastery in February 1437. The note was written by monk Philemon who calls himself the pupil of the patriarch Jovacim. Perhaps it was just a pilgrimage. However, the visit to Sinai could be a chance to meet somehow with the patriarch of Alexandria and to discuss urgent ecclesiastical affairs. In April 1438, in Ferrara, the Greek delegation demonstrated the patriarchal letters about prerogatives of the vicars. Soon, Dionysius of Sardis died, delegating his power of the vicar of Jerusalem to Docephus of Monimvasia. 6th of July of 1439, all the Greek delegates, except Marcus of Ephesus, signed the Act of Unia. Soon after the conclusion of the council, Gregorius Marmos at that time, Protocincellus, a confessor of the emperor and later, Paterach of Constantinople, wrote to Theophilus of Alexandria informing him about the union decree signed in Florence. Moreover, Nathanael, bishop of Rhodos, was charged by John Paleologus to communicate the promulgated union in Florence to Theophilus. The reply of the Alexandrian prelate to Pope Eugenius V is known. The Paterach expressed his joy for the fact of that ecclesiastical communion between Rome and Alexandria was restored, as well as his willingness to commemorate the name of the Roman pontiff in the liturgy. The orthodox historiography questions authenticity of this letter. After the return of the Greek delegation to Constantinople in early 1430, hesitations began among the Greek clergy. The union caused strong opposition in the Byzantine society. The authorities even did bring themselves to publish officially the Act of Unia. No one of popular metropolitans inclined to occupy the throne of the Paterach of Constantinople, which was vacant after the death of Patriarch Joseph in Florence. Finally, in May 1440, Metrophanus of Cizicus, the strong advocate of Unia, was appointed the patriarch. Many members of the political and ecclesiastical elite left Constantinople. Perhaps one of them was Arsenius, Metropolitan of Caesarea of Cappadocia, and the exarch of the whole Anatolia, who visited the three Eastern patriarchs and inspired them to define their official attitude to the Union of Florence. In the Easter of 1443, patriarchs Joachim of Jerusalem, Theophilus of Alexandria and Dorotheus of Antioch, joined in Jerusalem and signed a decree demonstrating their extremely negative attitude towards the Union and its supporters. The synodal letter spoke about arrival for the pilgrimage to the Holy Sepulcher, Metropolitan of Caesarea of Cappadocia, who had a rank of exarch of the whole Anatolia. He informed the three Syrian, as it was called, patriarchs about scandals in Constantinople caused by the rotten Latin council in Florence, which adopted the doctrine of emanation of the Holy Spirit from the Son also, usage of the azimus, and recognized the priority of the Pope of Rome. As it was said in the synodal letter, Metropolitan of Cisicus Metrophanos illegally occupied the throne of the church of Constantinople, supported by the heretics of the Pope and Latina throne emperor John Palaeologos. The new patriarch oppressed the true believers, honored infidels and heretics, and appointed his partisans at the Seas of Bishops. Several bishoprics of Anatolia, such as Amasio, Neo-Cesarea, Tiana, and Marquesos, were occupied by Latin-minded clerics. Unable to see the decline, corruption, and betrayal of the Church of Christ, Metropolitan Arsenios of Cisarea traveled to the three Syrian patriarchs, asking their advice. As a result, the council of the patriarchs ordered to excommunicate the unwarfing metropolitans, the heretics and persecutors of the orthodoxy, until their case would be investigated by a canonical council. The ones who would be disobedient to this decision should be condemned and anathematized. The patriarchs, by the power of the Holy Spirit, delegated to the Metropolitan of Cisarea the right to preach the right doctrine, even in front of the wrongly-minded emperor and patriarch of Constantinople, and delegated the power to condemn, to forbid, and to correct. The letter was signed by the three patriarchs and dated 6 April of 1443. This document, written in Greek, was published the first time in 1648 by Leo Arlathius, who also touched a Latin translation of the text. In 1682, Patriarch of Jerusalem, Dosipheus Nataras, reprinted it as a part of a corpus of anti-Latin polemical treatises. The authenticity of the letter of the three patriarchs had been questioned, as have many other texts of the Greek-Latin controversy of the 15th century. Prominent place among these documents belongs to the so-called Acts of the Council of Constantinople of 1450, which was said to take place in the Byzantine capital with the participation of the Eastern patriarchs and condemned the Union of Florence. Already in the late 19th century, these acts were convincingly proved to be a forgory, composed by Greek intellectual of the early 17th century, Georg Koresios of Hills. The Council of 1443 was also suspected to be a fake. Joseph Gill, professor of a Pontifical Oriental Institute, studied the letter of the patriarchs of 1443 and insisted that it is spurious. He paid attention that the Greek style of the document is poor and in places ungrammatical. In fact, it is not strange. None of the three patriarchs was a native speaker. The scholar pointed that the patriarchs in their letter said nothing about their vicars in Florence, There was no repudation of their signatures of the acts of Unia. The patriarchs did mention the papal messages about the results of the Council. Such message had been sent at least to the patriarch of Alexandria and pretended that it was Metropolitan Arsenios of Caesarea who familiarized them with the fact of Unia at the first time. Moreover, the main argument of Gill was complete ignorance of Byzantine and Latin polemists of the 15th century, like Gennadius Hilarius, about the existence of this document. Metropolitan Arsenios of Caesarea was also unknown from any sources besides the patriarchal letter. Joseph Gill suggested that the author of the letter of the Eastern Pateriars could be the above-mentioned George Carrezius, who composed the spurious acts of the Council of Constantinople. Later on, Marie-Hélène Blanchea turned again to the problem of the Council of 1443 and revised the arguments of Gill. She easily proved that the text couldn't be a forgory of the 17th century because the letter of the patriarchs survived in 17 manuscript copies, the earliest of which belonged to the 15th or early 16th centuries. Nevertheless, one could suppose that the document might be a forgory not of the 17th but of the late 15th century. However, Blanchea argued that the situation described in the letter was absolutely realistic. The application of Metropolitan of Caesari Arsenios to the three patriarchs wasn't possible. I can only agree with it. Arsenios indeed is the key figure of the Council. The text of the patriarchal letter was obviously composed under his influence and dealt first of all not with the very fact of the Union but with prerogatives of the exarch of Anatolia whose authority was challenged by new appointed Unionist bishops of several Anatolian bishoprics. The very fact of these small details proves that the document was inspired by concrete events now partly forgotten of ecclesiastical life of central Anatolia in the middle 15th century and is the late forgory. The ignorers of Gennadius Scolarius and other anti-Latin polemicists about this text can be explained by the above-mentioned isolation of the Middle East from the Byzantine and by the fact that the letter was addressed not to the Byzantine society in general but personally to the Metropolitan of Caesarea. In fact, as it was said, the letter wasn't a direct condemnation of the Unia Emperor John Palaeologos and Patriarch Metrophanos but a confirmation of the prerogatives of the Metropolitan of Caesarea. Nevertheless, negative attitude to the Unia emanates from the very line of the letter although not being its main theme. I am to add a few more arguments to end the discussion about the authenticity of the Council of 1443. The fact of the Synod of the Three Patriarchs was confirmed by a Franciscan missionary Fra Gruffon who worked in Beirut at that time in the 1440s. Another proof of the authenticity of the letter is its translation into Slavonic made in the same year in 1443 in Moldavia which at that time was one of the hotbeds of the Slavonic culture. Therefore, the Slavonic translation was published already in 1906. It had been unknown for a long time to scholars of Middle Eastern Christianity. The translation was done by monk Gabriel of Nemes Monastery and survived in several early copies. The earliest one is dated 1512. It's a puzzle why this text was little known to the intellectuals of Constantinople but spread in monastic circles of Moldavia. Certainly, there had been Slavic presence in late medieval Holy Land for example the Serbian Akangal Monastery in Jerusalem. Slavic or Moldavian monks or pilgrims could transfer a copy of the patriarchal letter to Nemes Monastery. The text was immediately translated and copied being treated as an important argument and polemic against the union. The letter of the Eastern Patriarchs seemed to be very important for the Orthodox world demoralized by the union of Florence. In the following decades relations between the Orthodox East and Rome passed through several dramatic turning points. It seems that the fall of Constantinople in 1453 had a traumatic effect for Orthodox hierarchs of the Middle East. They tried to find a new protector instead of a foreign empire. Disoriented by the collapse of the traditional structure of the universe, Patriarch Evochim II of Antio, Marcus of Alexandria and Evochim of Jerusalem, one of the members of the Council of 1443, in 1458 accepted persuasions of papal legate Moïse Gébélé and cited a document of their union with Rome and called to the European kings to organize a new crusade. This document survived only in Latin translation and their authenticity also had been questioned. However, I suppose that according to the current level of our knowledge, the context of the Eastern Patriarchs with the papal legate looks realistic enough. Nevertheless, Patriarch of Jerusalem Evochim soon changed his political position drastically and decided to find another source of support. In 1463, he personally traveled to Russia asking Elms to help his declined Patriarchate. As he wrote to Prince of Moscow Vassili II, I'm quoting, being informed about your piety, they decided to come to you. Beloved brothers, we are physically far from you, but spiritually we are together. End of quotation. The old-aged Patriarch died during his journey in Genoese Kaffa in Crimea. However, his nephew Joseph managed to reach Moscow with Patriarchal letters and was met with great pomp. The unprecedented journey of the Patriarch of Jerusalem to Moscow became one of stages of political and ideological self-affirmation of Russia, the process which later was finalized by the concept of Moscow the Third Rome. It's worth mentioning that at that moment the canonical status of the Russian church was unclear. After the rejection of the Union of Florence in 1440, Russia broke its ecclesiastical subordination to Constantinople. However, this self-proclaimed auto-kephalia wasn't recognized by other Orthodox churches. The visit of the Patriarch of Jerusalem even despite the fact of his death and the way elevated the status of the Russian church to a great extent and legitimized its break with Constantinople. Patriarch Ewokim in his letter asked the Russian bishops to appoint his nephew Joseph the metropolitan of Kessaria Philippi the bishopric in the area of Lake Tiberias. In Moscow Joseph proclaimed the Orthodox Confession of the Four and confirmed condemnation of the God-hated and unclean tradition of the Council of Florence. After it he was consecrated to the Metropolitan of Kessaria. In spring 1464 he was sent to the northern Russian cities Pskov and Novgorod where he collected large arms. On his way back to Palestine Joseph stayed in Constantinople for a long time and sent to the Grand Prince of Moscow important information on political and ecclesiastical affairs in southeastern Europe. So these Jerusalem clerics and his nephew openly associated themselves with anti-unionist forces in the Orthodox world. I am speaking so much about the patriarch of Jerusalem because he belonged to the same community of the Arab Middle Eastern Orthodox such as the Christians of the Church of Antio and presumably shared with them political sympathies and antipathies. The final statement about the attitude of the Orthodox East to the Union of Florence was made by the Council of 1484 in Constantinople. This was the first major synod after the fall of Byzantine. The Church of Constantinople consolidated its power under Ottoman protection and returned into its jurisdiction Greek lands worn by the Ottomans from the Latins. The Council discussed the correct ritual for reception into the Orthodox Church of the Union Greeks. It was declared also that the Council of Florence had not been canonically composed and his decrees are invalid. The Eastern Pateros, at least the Pateros of Jerusalem and Alexandria were invited to participate in the Council to demonstrate its ecumenic status. Unable to be present personally, they, as in 1438, delegated their power to member of the Greek clergy Daniel Metropolitan of Smyrna, who had previously been sent to invite the Pateros of the ancient Eastern thrones. After the mission of Moise de Blair, contacts between Rome and the Eastern Patriarchs were stopped for more than a century. It seems that the memory of the Union of Florence in the Christian Middle East was lost. The only data which contradicts such an assumption belongs to a Malachite Catholic writer of the late 19th century, Kirill Rizk. He wrote that in the library of the Greek Orthodox presumably could be dated by the second half of the 15th century was done by Metropolitan of Beirut Mikhail while the manuscript itself was copied in Kara about 1500 by Sultan Dawud Ibn Musa Al-Azakh. In 1901 the catalog of Arabic manuscripts of the Patriarchate of Jerusalem was published. The above mentioned manuscript was absent there. It was only a translation of Acts of the Council dated 1811 here it is based on the printing edition of 1715 in Paris. The scholars were puzzled by this fact. The date of the first Arabic translation of the Acts of the Council is still unclear. Mikhail Metropolitan of Beirut is unknown from our sources. However it is not surprising taking into consideration our very limited knowledge of the Melkite history of the 15th century. There had been Franciscan in Beirut which presumably could familiarize the Orthodox prelates with the documents of the Council in Greek version. Town Kara in the 15th and early 16th century had been one of prominent centers of Orthodox culture and book production so it's possible that a copy of the Acts of the Council could be made there. Anyhow such manuscripts even in case they existed were very rare. In collective memory of the Rome Orthodox Arabs the Union of Florence was forgotten. This fact was discovered by Jesuit missionaries who appeared in the Middle East in the late 1570s. Popes leagard Giovanni Battista Eleano in 1581 and 1582 met with two rival peters of Antioch Joaquim Dow and Michael Sabag and persuaded them to accept the Gregorian calendar and to renew the union with Rome. Cardinal Giulio Antonio de supervised relations with the Greek Orthodox Cotius ordered to send to missionaries the text of the Union of Florence and the documents of the Union of Eastern Patriarchs with Rome of 1458. Eleano had to translate these documents from Latin into Arabic and use them in his negotiations with the Orthodox Patriarchs. It means that in Rome nothing was known about the existence of Arabic translations of Acts. Eleano hardly had a chance to familiarize the Patriarchs with the Acts of the Council because the documents were sent from Rome 24th June 1582 while already in September the leigards received an order to travel to Egypt to establish contacts with the Catholic Church. The next Jesuit mission in the Middle East led by Leonardo Abel also met with Jovachim Dow about March of 1584. The project of renewal of the Union was discussed again. Jovachim was a skillful diplomat able to charm his partner and to avoid any concrete promises and obligations. He said that he had never heard about the Union of Florence. The Pope's leigard delivered to him a copy of the Arabic translation of the Acts of the Council and agreed about the next meeting for conclusion of final agreement about the Union. This meeting certainly never happened because in September from Istanbul Jovachim departed on a long journey to Eastern Europe. He never met Leonardo Abel anymore. However, it's obvious that information about the Union of Florence began to spread among the Christians of the Church of Antioch by efforts of the missionaries. In autumn of 1584 a group of Melkite Philocatholics from Tripoli sent to Rome a message welcoming a forthcoming agreement of the Churches. I am quoting Let it be absolute love and obedience to the Pope see of Apostle Peter according to the statement of 318 Holy Fathers in the Nicaea and the statement of the Holy Fathers in Florence Florence. Jovachim Dao returned back to Syria in the late 1580s with the rich Russian arms. He felt self-confident enough to define openly his attitude to a project of union. On behalf of the Petrar his close confidant Metropolitan of Tripoli and Beirut Anastasius Ibn Mujala wrote a response to the Pope. This is one of copies of this manuscript of 1642 an autograph of Paul of Aleppo which is kept now in Petersburg in the Institute of Oriental Manuscripts. It seems to be the first example of Arabic anti-Latin polemic. The central topic of the response was the Gregorian calendar just accepted by the Western Church. However, the Union of Florence also wasn't forgotten. I am quoting Our father the Pope wrote also on his message suggesting us to join agreement of the Eighth Council. However, we never heard about this council and it is not in our tradition. We didn't receive information about it either from our books or from the people of our country or from our father's patriarchs who had ruled before us. You told that 140 bishops had assembled there, famous for their piety, and among them the patriarch of Antioch and the patriarch of Jerusalem and the patriarch of Egypt and the patriarch of Istanbul together with Pope who had been at that time. And they condemned everybody who denies that the Holy Spirit emanates from the Father and Son and everybody who and to his learned man that this heresy is the worst heresy among the all ones which had appeared before because it is the strongest apostasy and the unbelief which is worse than the heresies of Arius Ivetichus Nestorius Dios Corus Jacob Baraday and other infidels who separated the Son from the nature of his father end of quotation after it the author analyzed in details the doctrine of Filioquia and Unleavened Bread finalizing his study by the following words as for the participants of the above mentioned council which deviated from the doctrine of seven ecumenical councils and preferred Unleavened bread to Leavened bread and established such an order and introduced such heresy and ugly tradition and disastrous rules war is them because they were wrong and clouded all Frankish peoples and misled them while the community of Rumi Lekais was not mistaken end of quotation the main part of the triotise of Anastasio is devoted to condemnation of the council of Florence and the western church tradition in general here I am not going to go into details of the text of response it is worth to mention only that the orthodox Arabs of the 16th century in general had negative and confrontational attitude to the Latin world however in the 17th century this attitude changed the patriarchs and metropolitans of the church of Antioch maintained friendly relations with western missionaries and dreamed about adoption of cultural and technological achievements of Europe such as book printing the key figures of the Melkite renaissance patriarch Macarius Ibn Zahim and his son Paolo of Aleppo were familiar with Arabic translation of Latin authors such as works of historian Caesar Baronius which presumably were the source of information about the council of Florence records of the council in the historical text of Paul and Macarius look almost similar however they don't coincide literally either both authors used the same source or Macarius retold by his own words the information of Paul he is the record of Macarius and after it Dorotheus the first became the patriarch of and had been bishop there and during his reign there was the eighth council of the Franks in the city of Loranda among the participants there were John the emperor of Constantinople because it had been before its conquest by the Muslims and Joseph the patriarch of Constantinople and all the bishops and Antonios the metropolitan of Heraclea Vakil representative of patriarch of Alexandria Kir Philotheus and Isidre the metropolitan of Kyiv and all the country Aruz Vakil of patriarch Dorotheus of Antioch and Dorotheus the metropolitan of Monimvasia Vakil of Yuvakim the patriarch of Jerusalem this council was in 6948 on the which corresponds to 1448 from the divine incarnation and to 848 year of 43 year of Hydra end of quotation it's obvious that this information is absolutely neutral perhaps even too neutral for an orthodox author by the way Russian command read Porfirio Spensky in the 19th century in his translation of the polemic between the orthodox and the catholics in the Middle East became much more intense since the late 16th and early 18th centuries the climate of the confrontation was the schism of the church of Antioch and the 17th and 24 during the next century the controversy between the theologians of the opposite communities continued each side tried to prove the truth of its doctrine strangely enough the topic of the Union of Florence didn't occupy a noticeable place in this polemic it seems that the events of the late 15th century didn't look actual for Syrian Arabs of the 18th century in the 19th and centuries the confrontation of Orthodox Church of Antioch and the Malachite Catholic Church became more moderate and at the same time the educational and academic level of the polemicist increased they tried to prove legitimate continuity between their church and the historical heritage of the ancient Church of Antioch it determined increased interest in Church history in particular Catholic authors of the early 20th century stated that the Patriarchate of Antioch almost permanently was in connection with Rome and considered that the orthodox branch of the Church of Antioch appeared only in 1724 in this situation topic of Florence it is in its acceptance or non-acceptance by the Church of Antioch occupied central position in historical research and accompanying polemics from their standpoint the Antiochian Orthodox underlined the fact that the Church preserved the same fourth liturgy and spiritual life both after 1724 and before it and accordingly they considered that they are the continuation of historical patriarchy and Antioch it is clear now that the problem of Florence for today Middle Eastern Christians is less historical than a political and ideological question what's worth is further study thank you thank you نرجو من الحضور الكرام التوجه إلى القاعة الاستقبال للقاء والضيافة